هو الأستاذ هاني شاكر لما أعملنا الأغنية الأولى عادنا مثلاً سنتين نحاول نعمل أغنية تانية وكل مرة يا إيهاب أنا عايز أغنية شبه عالي الدحكاية عالي وطبعاً قسطرة العالم ممعرفة جداً هذه خطيرة ده غد الوقت طبعاً موجودة وبتطلع ترين دي كل فترة وبعد جنا فأنا طب إزاي أكتب لأستاذ هاني شاكر أغنية شبه عالي الدحكاية وفي نفس الوقت مبهجة وفي نفس الوقت يعني مش مكررة مش مكررة فعملت ربعة جينة واسمها الدحكا حلوة جداً وإن شاء الله يا لحنة سامرة أبو طالب وتوزيع عمر الخضري وإنتاج لايف ستالي استوديوز إن شاء الله نزل السنة دي بجد يعني هنلحق الصيف طبعاً أنا الصيف ده الحمد لله كل أسبوع فيه أغنيتين مثلاً نزلين إن شاء الله الفترة الجاية طيب نتكلم برضو يعني معلش هنرجع لبنان تاني وعن بركة حبيبتي لبنان أنا أصل لبنان فاضل شاكر القصم من روشة أنا عيشت من روشة بغيب ده مزاجي لفاضل شاكر الأغنية نزلت قريب برضو وعمل مود مختلف واسم الآلبوم كمان وهدت الآلبوم الحمد لله فاضل شاكر بقى يعني لأول تعيون معك إزاي إنت وصلت له إزاي وتاني حاجة إنت الأغنية دي أنا حاسها مش هو يعني مش موده تبطنع بيها إزاي هو أنا في حاجة الصيف ده مواجهاني إن أنا كل الأغاني اللي عملتاني الفنانين مفيش أغنية شبه الفنان يعني أنا دايما لما باجأ فكر طب أنا لو عملت الأستاذ فاضل شاكر دراما طب أنا ضفت إيه أو عملت له غنوة رومز طب أنا ضفت إيه ده الطبيعي بتاعه ده الطبيعي لأ أنا لما أعمل حاجة لازم أسير الجدل أنا شخصيا مصير للجدل أصل إنت بصير للجدل اه اه كل حاجة اه في كل حاجة تمام فالهو طب لا أنا لما أعمل غنوة أنا عايز حاجة مختلفة وكمان طب أستاذ فاضل شاكر لما حاول يرجع بعد سنين غياب هيقول إيه بمثلا بعد المشاكل اللي حصلت وبعد الكلام والكيلة والقل هيبقى بيغيب بمزاجه بيغيب بمزاجه ولما حب باجي باجي وبرجع في قرصة نتاجي وبغيب أغيب أنا الغيبة وأرجع أنا بالهيبة عالم فلسو غريبة سايفكم تلعبوا فلما عملتها بعتها برضو العمر الشازلي قلت له بص الغنوة دي أنا مش عارف مين ممكن يقولها بس أنا حاسة الغنوة دي تليها على أستاذ فاضل شاكر جدا فسبت هاله وبعت هالي المتلحنة طبعا الغنوة عجبتني جدا وسبحان الله لما راحت الأستاذ فاضل شاكر خدها بعدها بأسبوع تصورت ونزلت على طول وخدها بقت اسم الألبوم ونزلت الحمد لله عملت شغلة جميل جدا وأول غين ونزلت من الألبوم يعني إحنا لو رسمنا رجوع لفاضل شاكر طبعا هو عمل حاجات من فترة قريبة وحاجات قصرة الدنيا بس اللي هو راجع بألبوم بقى فالغنوة لو عملنها رسمين الموضوع يجي كده ما كانش يجي كده وإن شاء الله في أغنيتين كمال للفنان فاضل شاكر أغنيتين في الألبوم ده برضو اللي نزلت هو كلمك شخصيا بقى طبعا ده حبيبي أوه يعني قابلتو ولا تلقنات بس لا ما تقابلناش منكام ترفون أو علوات سابقة أو حاجة بس هو شخصية زوء جدا ومحترم جدا جدا وكمة في الأخلاق بصراحة والاحترافية وفي حاجات إن شاء الله تاني مع الفترة الجاية طب ياهاب أنت أنا مش لقيلك لاين يعني مثلا ألاقي شوية شعبي شوية رومنس شوية دراما أنت إيه أخي؟ مش عارف والله مش عارفة كل شوية ديني أوه ديني ده بالنسباني وساعد المنجرد أغنية اسمها لتوبة حلوة قوي أوه أنا بحبها جدا طبعا دي أصلا كالترند آه آه فأنا يعني يعني عايز أعرف كل حد بيقاليه له ينمعين بيحب ينشي فيه أنا بقى الحد النهارده أنا ما اكتشفتش الموضوع ده فيه يعني مثلا بقى لي كشعر محترف يعني مثلا حوالي 8 سنين اللي هو شغلتي شاعر أنا مش عارف ألاقي لي ملكة يعني أغني مسلسلات تمام أفلام تمام ديني اشتا شعبي ده حبيبي دراما الله ده نورة الداخل يعني ده ما يأثرش عليك مثلا كي ناس تقولك أنا عايز دراما فأنا هروح للشاعر الفلاني ده بيكتب دراما إيه أنا مش معده يعني أنا بصراحة أنا بحب ده من لما حد ييجي يقول لأنا عايز حاجة ما أقولوش ما بعرفش يعني أنا عامل غنوة لبناني اللهجة اللبنانية باللهجة أه باللهجة اللبنانية أنا كنت لبناني أصلا ده مخلاص لأ هم شوية معاني ومصطلحات كده حافظهم حتى جات المطربة في الأستوذي قلت لي أبعا عايزين نعدي لأبص أنا لخماشر كلمة اللبنانية لأحافظهم لأحافظهم أه فعايزة بقى بقى بدي أعدلي برقد حضرتك ممكن تؤتذفيلي تاني وأنا معاك أه أنا هو نزلة الأغنية دي ولا لسه نزلة قريب لمين لمطربة جديدة يعني إن شاء الله نزلة قريب آه يعني حد واجه جديد آه آه بس يعني يعني انتاج شركة كبيرة جدا آه إيه نوع الأغاني بل لا يمكن تكتبها يعني هندور لنا على نوع ما فيش ما قال لك كله لا ما عطقتش مهرجان أنا حاسي أن أنا بعرف عمل والله لو يعني أنا أنا مش مع المهرجانات ولا ضدها أنا مع الأصوات الوحشة والوتوتيون ضدها سوري ضد الأصوات الوحشة والوتوتيون اللي هو طب إيه أنت ليه بتزعجني طب ليه بتخنقني آه لكن فيه ناس بتغني مهرجانات واناك حاجة جدا جدا طب الراب ده بحبه قوي طب تعرف تكتبه وأنا ما جربتش بس نكتبه دي لأ أنا نجرب شفت السقة آه نجرب نجرب طب برضو اشتغلت مع رامي جمال آه رامي جمال برضو من الناس اللي فاهمة قوي لأنه إيده بجوه برضو آه ولحن وقديم طبعا طبعا ومش خبرة برضو بحكيلي برضو تعملت معه ازاي مع رامي جمال الأغنية برضو كانت ألحن عمر الشازلي توزيع تومة آه بحسكه فريق يعني هو فيه كيميا بينه وبين سامر وبطالب مثلا بينه وبين عمر الشازلي وبينه وبين دكتور مصافر عسال فيه كيميا بيننا كده ممكن أكتب كلام أنا عارف لو بعثوا للملحن ده ممكن ما يقتنعش أو يحسوا عادي أو لكن أنا عارف إن أنا لو وديتوا مثلا العمر الشازلي أو سامر أبو طالب أنا عارفوا ما يعملوه ازاي آه ودايما بيترجم إحساسي لجوايا يعني لو أنا عايز ألحن الأغنية دي أنا ألحنها كده آه بتكون حاسس أنا عايزها فعلا إيه دا إبن اللذين أنت عملت زي ما أنا كنت بدنينها أن أنا كان في ألحن مثلا كلام بكتبه أنا في ألحن جوايا أبعت الملحن أبص لإيه بعته باللحن اللي أنا كنت مغني جوايا أبو أنت كنت مرئيبني طيب ولا طب تسوطك حل لا طبعا الحمد لله خالص ولا حتى بالدندن لا 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 بدندن بينه وبين نفسي آه طب ليه لما لقيتك أن أنت دندتك دي مش يعني ما جابتش معاك ولا مرة أنا كنت تغني أغنية لا لا الحمد لله رب العالمين خالص لا لا مش راح مش نقصة قتل آه يعني هي صعبة قوي للدرجات دي مش صعبة أنا ما عنديش مواهبة الغنى آه يعني ما عنديش طب ليه ليه عادي لا خلبي لك أسل فيه شعر ومراحنين كتير بيغنوا هو فيه هو حب الظهور يمكن مواهبة الغنى يعني آه حب الظهور قوي أو بيحس أنه فيه حاجة ناصة في الشهرة بتاعتهم آه بالزبط يعني بتحس أنت بتعمل كل حاجة للمطرب والمطرب هو اللي بياخد كل تريند والنجاح وانت لوحدك كنه وانا جما ما حدش عارفني ليه آه انت بعت في مكان مثلا كبير وتلاقي نوتك اشتغلت ولا حد عارفة كنت أيوه هو أنا أنا والوحي اللي كاتبها ايه انت مش موجود في الحياة بس ده بيزعل على فكرة لا خالص ولا أنا بكسك يعني أنا واحد من الناس آه أنا محبش أبعت في مكان وغلنته تشتغل وان الناس عارفاني